هناك حالات قد يولد فيها الطفل وهو كفيف وفي كثير من الأسر ما تكون على مؤهل أو مؤهلة للتعامل مع هذا النوع من الإعاقة البصرية ولهم أصلا مدربين على تعليم طفلهم كيفية التعايش فحول هذا الموضوع ينضب لنا عبر سكايب دكتور راضي الشبعان مستشار تعليم خاص في العوق البصري أهلا وسهلا فيه دكتور راضي أهلا وسهلا حياكم الله دكتور راضي في البداية كيف ممكن الأم أنها تكشف أن مولودة فاقد للرأية والله في عدة مؤشرات المؤشر الأول عدم استجابة الطفل أو تحريك عينه يمينا أو يسارا كذلك يوجد رأة رأة في العين بمعنى أن الرموش تتحرك بشكل سريع كذلك لا تجد الأم استجابة لو مثلا ناغت الطفل أو مثلا بتسمت له فما في ردة فعل في الحالة هذه خاصة في الأسابيع الخمسة الأولى في الواقع يبين يعني يتضح أن الطفل هذا عنده مشكلة بصرية أولا نعم يعني هل هذه العلامات تظهر منذ الولادة ولا ممكن بعد فترة طويلة من الولادة تقريبا من الأسبوع الخامس من الأسبوع الخامس يبدأ الطفل باستشعار النور مثلا استشعار الحركات مثلا يمينا أو شمالا الطفل الرضيع في الواقع الكثيف لا يستجيب بها تلك الإشارات مطلقة لا يوجد مشكلة معناها دكتور راضي هل هناك عندنا برشاة عمل ودورات تأهيلية؟ في الواقع موجود يعني على مستوى المبلكة يوجد الجمعية البصر القيرية الأهلية بوريدة بالقصيم في الواقع الجمعية عندها استعداد كبير جدا للتعامل مع الأطفال المكوفين يعني من سن تقريبا أربع سنوات فما فوق وأنا طبعا شخصيا كنت عندهم قبل فترة وطلعت أن كثب الاستعدادات الموجودة عندهم للتعامل مع الطفل الكثيف بالضبط وهذا الشيء المهم الذي نركز عليه أنه بعد أن يكتشف الوالدين أنه هذا الطفل الرضيع هو كثيف وأكيد هذا الموضوع ماهو ساهل على الوالدين خصوصا في التعامل مع هذا الطفل وتلبية احتياجات هذا الطفل كلمنا على المعاناة التي يعانيها هذا الرضيع من فقدان البصر وكيف ممكن أن الأهل يتعاملوا مع هذا العائق ممتاز في الواقع هو المعاناة مش للرضيع والمعاناة للوالدين درجة أولى صحيح لأنه يصير عندهم أحيانا حالة من الاكتئاب في كيفية التعامل يعني لو وجدنا الآن مثلا نجينا إلى الطفلين الرضيعين مثلا الطفل الأول مبصر والثاني كفيف في نفس العمر يعني أشهر لنقول ووضعنا الطفل الكفيف على بطنه ووضعنا الطفل المبصر على بطنه أيضا نلاحظ بعد فترة الطفل المبصر يبدأ بالانقلاب على ظهره بشكل سليم جدا ولكن الكفيف يستمر الفترة طويلة على أساس أنه ممكن أي شيء يتحرك أو ينطلب على الجهة الثانية ليه؟ لأنه الطفل المبصر في عنده مثيرات يسمع الأصوات جيد يرى الأشياء يحاول أنه يقترب يتحرك إلى تلك الأشياء أساس يمسكها بينما الطفل الكفيف في الواقع لا توجد هذه المحفزات عنده ولا هذه الاستثارات فيبقى في مكانه وهنا في الواقع السؤال جميل وهنا في الواقع ما دور الوالدين دور الوالدين في الواقع لا يعني يقفون أنه والله الآن جان الطفل الكفيف فإحنا محتارين كيف نتعامل معه لا في الواقع هناك تأهيل لهؤلاء الآباء للآباء والأمهات كيف التعامل مع الطفل الكفيف وفي نقطة مهمة جدا المفروض كل يعرف من الآباء الأطفال المقروفين والأمهات أنه الطفل هذا يعني ينشأ تنشئ سليمة مثل أي طفل مبصر آخر اللهم يحتاج له بعض التعليمات للوالدين بحيث أنهم كيف يتعاملون مع الطفل الكفيف هذا ففي عدة طرق معينة في الواقع ممكن يستفيد منه الوالدين بالتعامل مع الطفل الكفيف بحيث أنه ينشأ تنشئ سليمة ويمكن يصير إلى درجة الطفل المبصر ويمكن يكون أفضل منه أحيانا إذا في الواقع أهل الوالدين تأهيل جيد بحيث يتعاملون مع الطفل الكفيف هذا دكتور راضي هل صحيح أنه في كل دقيقة واحدة يولد طفل كفيف في العالم في الواقع هذه حسب الإحصائيات العالمية موجود وكذلك كل مبس كذا أصلا حتى كل خمس ثواني يلتحق أحد الأشخاص بفئة المقروفين في الواقع وهذه طبعا للأسف نسبة عالية نسبة عالية جدا طبعا أكيد وهذا بسبب أنه في الواقع خاصة بالدول العالم الثالث أو الدول النامية في الواقع يعني في 90% من الحالات ممكن اكتشافها مبكرا وعلاجها وفي خاصة في شغلات العيوب والانكسارية لقصر النظر مثلا وللنظر الاستيغماتيزم أو الانحراف إذا تم الترسيس مبكرا في كثير من الحالات ممكن إيش علاجها وينشأ الطفل بصريا من أفضل ما يكون ممتاز ممتاز هل هذا يعني أنه إذا الأهل عرفوا كيف يتعاملوا مع هذا الرضيع منذ الولادة وتأهيله وتنمية مهاراته يستطيع أنه يتأقلم مع هذا الوضع ويقوم بمهامه في المستقبل بشكل طبيعي بئة في البيع يعني على سبيل المثال يعني في شغلات مثلا بالنسبة حق الطفل المبصر يعني لو شاف مثلا أي شغلة أي شيء معين مثلا الكرسي ومجرد ما يشوف الكرسي خلاص يكون صورة كاملة عن الكرسي وخلاص يحفظه بشكل ممتاز الطفل الكثيف لا يحتاج أن نعطيه بالتفصيل نجيب إيده نخليه يتحسس الكرسي المقعد كذلك الظهر كذلك القوام حق الكرسي نقول له هذا القوام هذا الكرسي هذا يستخدم للجلوس هذا الظهر الأشياء هذه كلها في الواقع تعطيه تفصيل ليصمونهم المهام مهام الأشياء أو المفاهيم يعني إحنا مشكلة عندنا مع الأطفال المكروفين أن المفاهيم عندهم غير واضحة تماما غير واضحة يعني على سبيل المثال أنا مثلا كمعلم مثلا في الفصل مثلا عندي مثلا بشرح عن الهيكل العظمي بالنسبة إذا كان عندي طلاب مبصريين خلاص أجيب الهيكل العظمي أقول هذا مثلا الرأس هذا الجمجماء هذا القفص الصدري هذا مثلا الحوض وهكذا للكل لكل المبصريين لكن لا يجوز هذا أو لا ينفع معه طفل كثير لازم طفل كثير يصبونه يعني لازم أنا شخصيا أجد إيده هو لحاله أجد إيده مثلا واخلي يتلمس هنا القفص الصدري هنا مثلا الركب هنا مثلا الجمجماء وهكذا فهذه الشغلات التفصيلية مهمة جدا للكفيف لأنه لا يعيها أصلا المبصر خلاص لنظر نوله حتى الفصل مثلا ما يدخل الفصل خلاص يعرف الفصل كله بالنسبة حق الطفل الكفيف لا لا بد يدخل الفصل يعرف هذا المدخل هنا وهذا مثلا كرسي في المكان الفلاني فلازم شرح تفصيلي إذا حصل الطفل الكفيف منذ البدايات على تفصيل الأشياء يعني من خلال تجربتي أنا معاهم في الواقع يصل إلى حالة من الثقة بالنفس وقيمة الذات عنده ترتفع بشكل ممتاز جدا ويجاري زملاء المبصرين طيب دكتور عدم الألفة بين الأطفال المبصري والمكفوفين نظرا لعدم موجود أي معارف لهم من أنماطهم للتفاعل الاجتماعي كلمنا عن الحالة في الواقع يعني يمكن الوضع مو بالضبط يعني عندهم عدم تآلف في الواقع يوجد ولكن لابد نهيئ الأرضية يعني على سبيل المثال يعني عندنا نحن في البرامج درامج دمج المكوفين قبل ما نبدأ بإدخال أو إدماج الطلاب المكوفين إلى داخل الفصول أو داخل مدارس العادية نهيئ المدرسة نهيئ الإدارة نهيئ المرجد الطلابي نهيئ الفصل نفسه الطلاب أنه يجيئكم طالب كثير وهذا لا يختلف عنكم فقط أنه لا يشوف إنما قدرات العقلية تازة ممكن أن يكون إنسان يعني سوي مثل أي إنسان آخر إذا عرفنا كيف نتعامل معه لذلك نعطيهم بعض التوصيات في التعامل مع الكثير يعني مثلا يعني لا تخلي الباب مثلا نصف مفتوح ياما تخليه مفتوح كاملا أو تسكره كاملا كذلك مثلا لما تقرأ شيء لا تعلق على الخطاب الذي تقرأ أولا خلاص هو يفهم لما تتكلم عن شيء يعني لا تفصل له لأنه ذكي ويعرف كل شيء يعني لا تضرر أنك تعطي بعدق التفاصيل في أشياء لما نعود المبصرين الطلاب على هؤلاء المكوفين يصوروا من أحسن ما يكونوا من خلال التجربة أيضا وجدنا كثير من طلاب المكوفين في المدارس لهم رفقاء مبصرين ما شاء الله يمكن أكثر من مبصرين يعني المبصري فيما بينهم فيحتاج فقط التهيئة يعني التمهيد الأرضية لهالاء الطلاب المبصرين مع المكوفين والأمور تمشي على خير ما يرى شكل طبيعي جدا وهذا الشيء اللي أريد أسألك هو على النصف الآخر اللي هو التهيئة النفسية للطفل الكفيف كيف ممكن الوالدين منذ الطفولة المبكرة يهيئوا ويعرف أنه إنسان مختلف عن الناس يجب أن يتقبل ويتعايش مع هذا الموضوع طبعا هو مثل ما قلنا أن الطفل الكفيف مثل أي طفل آخر عنده الله سبحانه وتعالى أودع فيه جميع يعني فقريا جميع المهام أو مثلا جميع الأشياء التي تؤهله بأنه ينشأ نشأ سليمة فهنا دور الوالدين في الواقع أولا يعاملون طبعا بالحالة بالحالة اللي هو فيها أنه كثير على سبيل المثال يعني فيه شغلات مثلا ما يحتاج لها بصر يعني مثلا أقول له مثلا روح يا فلان مثلا جيب لي الشغلاء من المكان الفلاني مثلا أنا الآن في الصالة أقول له مثلا روح له جيب لي كاسة موية مثلا جيب لي الشيء فلاني من المكان الفلاني أحددني المكان بالضبط يعني أعطي ثقة بالنفس أنك أنت إنسان منتج اللهم فقط البصر عندك ممكن نعوضه بأشياء أخرى كذلك من ضمن الأشياء مثلا الحركة يعني في البدء ليش مثلا نحصل بعض المكوفين الطلاق الأطفال مثلا تحصل مثلا يعني خامل في مكان ما في البيت مثلا في الصالة أو في مكان ما ليه؟ لأنه ما يعطي الفرصة وهذا مشكلة أحيانا الأباء يعني ما يعطون أو لمهات ما يعطون الفرصة لأبنائهم المكوفيين أو بناتهم المكوفات بأنهم يمارسون حياتهم مثلهم مثل باقي أخوانهم مثلا في البيت فمفروض أن يؤهل هذا الطفل منذ البداية أن عندك مام أنت صحيح ما تشوف لكن بإمكانك تمشي بإمكانك تجيب الأشياء بإمكانك تساعر مثلا أفرض أنا أبغى شيء الطاولة من المكان ألف إلى باع أنا أمسك جهة أو أخو يمسك جهة وهو يمسك جهة وأنا أوجه ارفع الطاولة روح يمين روح شمال شمال هذه طبعا تعطي ثقب النفس أنه يمكننا فعلا إنسان عادي ويمكننا يتعامل بشكل ممتاز ونحن نشفناهم يعني في بعض في أحد الطالبات يعني نشأت نشأة سليمة مع مين مع أسرة بشكل جيد نعم يعني وصلت سن المدرسة أنت سن المدرسة في الواقع ودوها إلى معا الدنور سابقا الكلام يمكن حوالي قبل عشر أو مثلا اتناعشر سنة نعم هي استغربت قالت ليش تخلوني مع المكوفات أنا بإمكاني أكون مع المبصرين فأنا أريد أروح مع المبصرين وما أريد أكون مع المكوفين ليه لأن أهلت شكل جيد في البيت وهذا مو صعب بس تعطي الآلية للأب وهذا متوفر نعم أول أم يبتتعاملين مع هذا الطفل الكفيف بالفعل أهم شي أن الواحد يحمد ربنا على العطايا بشكل طبيعي جدا دكتور راضي شكرا لوجودك معنا اليوم فاصل قصير ومكملين